سادت حالة من القلق لدى المصريين وتجار الذهب مع اعلان الحكومة عن قرب تطبيق الدمغة الجديدة فايه هيكون مصير الذهب القديم في البيوت المصرية معاك ارشيين عاوز تستثمرهم اشتري ذهب وشيلوا دي الجملة اللي تقريبا كلنا بنسمعها لما حد بيتكلم عن الاستثمار ده الجير ان على مر السنين الذهب كان دايما من اشهر اشكال الاستثمار خصوصا ان كل الناس بتحب تشتريك كده كده من باب الاستمتاع بك اكسسوار لكن كتير من الناس بقت قلانة ومحتارة بعد اعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي عن قرب تطبيق الدمغة الجديدة واللي هيتم استخدام الليزر فيها بدلا من الطريقة التقليدية حول مصير الذهب الموجود في المنازل المصرية وهل هيواجه الناس مشكلات عند بيع المشجولات الذهبية القديمة وفضل السؤال هنا ازاي هيتم بيع الذهب القديم وهل هتقدر الناس تبيع المشجولات الذهبية ذات الدمغة التقليدية وايه هو مصير الذهب القديمة اللي جابة هي علشان الكل يتطمن مفيش اي مشكلات هيواجهها الناس عند بيع المشجولات الذهبية بحسب نادي نجيب سيكرتير المشجولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة واللي اكد ان الدمغة التقليدية معتمدة وحكومية ويدفع الصانع الضرائب الخاصة بها اضف نجيب ان الدمغة الجديدة لا تزال قيد التنفيذ وممكن تستغرق ما بين عام الى عامين وحتى الان لا يزال العمل بطريقة الدمغة التقليدية هي السائدة وضح كمان ان محلات الصاغة بتحتوي على اطنان من الذهب مدفوع دمغة وضريبة وكمان القانون بيمنع دمج الذهب مرتين اكد ان الحكومة منحت الصاغة والمواطنين بالتعامل بالمتعارف عليه من خلال شراء المشجولات الذهبية المدموغة بصورة تقليدية لحين تعميم الدمجات الجديدة بالليسة لكن هل هيؤثر ده على مقتنيات المصريين من الذهب القديم؟ اكدت وزارة التموين في بيانها ان قرار الدمجة الجديد ملوش علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقا من خلال المصلحة بالدمجة التقليدية المعترف بها ايضا حيث كان ومازال جار العمل بها لحين تجهير العمل في المصلحة بالاساليب الجديدة لكن علشان تقدر تبيع المشجولات الذهبية فكل اللي عليك هو التوجه الى محل الصاغة وتقديم الذهب لاضافة الى فاتورة الشراء المحدد فيها العيار وعدد الجرامات والفصوص وفي الحالة دي تقدر تبيع بكل سهولة كمان الطريقة دي جالبا هتستمر حتى بدء تطبيق الدمجة بالليزر مش هيكون فيه ارتباط بين بيع المشجولات الذهبية ووجود الدمجة الجديدة بالمناسبة كانت اسعار الذهب قد شهدت اضطرابا ما بين ارتفاع وانخفاض على مدار اليوم الايام اللي فاتت فيه البورصات العالمية فبحسب نجيب ارتفع سعر جرام الذهب في بداية التعاملات اليومية باسواق المال ليكون سعر الاوقية نحو 1821 دولار وفي نهاية اليوم خسرت الاوقية نحو 8 دولارات لتسجل نهاية اليوم 1813 دولار ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية اليوم 794 جنيه مؤكدا ان هذا من الامور الطبيعية التي يمر بها المعدن الاصفر يوميا موسيقى